اهلا بكم في هذه المساحة التي نخصصها لمتابعة أبرز ما ورد في الصحافة العالمية ولكن دعونا أولا نرحب بالكاتبة الصحفية نادية أبو المجد أهلا بك نادية أهلا بك نبدأ من صحيفة كلابو السوء الأمريكية والتي نشرت مقالة رأيي تحت عنوان التركة المرة في مصر عندما وافق المجتمع على عنف الدولة ما الذي لدينا في هذا الأمر يعني لم تمر الزكرة السادسة لمجزرة فضاة سماي ربع والنهضة بدون أن تتذكرها الصحافة العالمية وهذا مجرد مثالي هناك أيضا مقالات وتقارير أخرى بجانب طبعا بيانات من العفو الدولية وغيرها من المنظمات الحقوقية يعني الزاوية اللي بيتناولها هذا المقال فكرة أنه يعني التركة المرة هي نفس الكلمة التي أيضا وردت في بيان العفو الدولية لأنه يعني هي ما زالت تطارد المجتمع المصري والحكومة في مصر يعني هي لم تمر مرور الكرام وتلقي بظلالها فهنا بتتحدث على فكرة الخطورة أنه هناك ليس فقط جزء كبير من المجتمع وافق بل هلل لمثل هذه المجزرة وصعوبة أن ترتكب السلطات مثل هذا العمل يعني قتل حوالي ألف شخص على الأقل في 12 ساعة لم يكن ممكنا بدون نوع من أنواع الموافقة على جزء من المجتمع وهذه الموافقة تعود لعملية الشيطانة الممنهجة التي تمت لجماعة الإخوان المسلمين وأتبعهم بحيث هذه الشيطانة سهلت لارتكاب مثل هذه الجريمة فهي بتتحدث على كل ذلك بجانب فكرة أنه انعكستها على الحياة السياسية في مصر وكما نرى أنه أكل الجميع يوم أكل الثورة الأبيض وأنه لم يعد أحد بمأمن من مثل هذه الانتهاكات في مصر ما يقرع شبكة ترسيئة أن الأمريكية الإخبارية نشر تقريرا بعنوان مراهق أمريكي ناشر ترامب الإفراج عن والدته المصرية الأمريكية المعتقلة في مصر يعني هذا طفل يعني عنده 13 سنة مصطفى حامد وصل في أوائل الشهر الماضي مع والدته المصرية الأمريكية ريم دوسوقي إلا أنه كان عندهم أمل لقضاء الأجازة مع بقية العائلة التي لم يروها لعدة سنوات فلكن تم اعتقالهم في المطار فور وصولهم تبقى لهذا الفيديو الذي نشرته CNN أنه تم التحقيق معه هو فقط 11 ساعة هو بيقول أنه هو شعر بالفزع يعني حتى استعمل كلمة I was scared كذا مرة خيالي طفل في هذا العمر يتعرض لي مثلها يعني الاستجواب لهذا العدد من الساعات وطبعا ما زاد من رعبه فكرة أنه بعد كده تم فصله عن والدته لأنه والدته معتقلة منذ ذلك الحين ولم يتم الإفراج عنها وما زاد من رعبه أنه عندما حاول خاله وهو أخيها طبعا يعني أنه هو يزورها في السجن اختفى هو الآخر فبالتالي يعني الولد يشعر بفزع أو الحاجة أنه هو ليست معه والدته أنه فكرة أنه بقيت العائلة خائفة الآن من زيارتها حتى لا تكرر نفس المصير وهو في هذا الفيديو يعني يناشد الرئيس الأمريكي ترامب بأن يتدخل للإفراج عن والدته وخصوصا أنه يريد أن يعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع والدته لاستئناف دراسته واستئناف حياتهم الطبيعية وهذا التقرير يتحدث على أنه ترامب ليس مهتما بملف حقوق الإنسان في مصر وكيف أشهد بالسيسي وأنه يقوم بعمل رائع رغم كل هذه التجاوزات ووجود عدد من الحاصلين على الجنسية الأمريكية في السجون المصرية نعم نخرج من مصر ولكن نبقى في المنطقة العربية فشبكة تي أورتي من ناحيتها تتسأل كيف زعزعت الإمارات والسعودية لاستقرار في العالم العربي يعني هي بتتحدث عن الدور التي تقوم بها الإمارات والسعودية وخصوصا منذ الربيع العربي من 2011 فكرة التدخل في عدد من الدول لقمع ثورتها لقمع ضد مطالب الشعوب هذه الشعوب التي تتصل علي الحرية والديمقراطية مثل ما حدث في مصر يتحدثوا على فكرة تمويل الإنقلاب في مصر وهي تتحدث على عدد من الأشياء طبعا الحرب في اليمن اللي بقالها حوالي أربع سنوات ونصف كلنا نعرف أنها لم تحسم كما كان مرجوبا وتسببت في كثير من القتل مجاعة للملايين بجانب طبعا التطورات الأخيرة في عدن ومحاولة فصل عدن عن بقية اليمن وكذلك دعم الإمارات والسعودية للجنرال حفتر في ليبيا الذي كلنا نعرف أيضا ما يقوم به ومحاربة للحكومة المعترف بها دوليا وأيضا ذكر هذا التقرير فكرة دورهم في حصار قطر منذ أكثر من عامين من 2017 وكل الاتهامات التي تمت توجيهها إلى قطر بلا دليل بجانب مطالب ومن ضمنها المطالب بإغلاق الجزيرة وما غيرها والتدخل في سوريا وعدد آخر من الدول كلها تعمل على زعزعة الاستقرار في العالم العربي أما في صحيفة الواشنطن فوست الأمريكية فنتابع التقرير التالي ترامب يخطط الاجتماع اليوم الجمعة لوضع ترتيبات الانسحاب من أفغانستان ما الذي لدينا في هذا التقرير؟ هذا التقرير مهم ونقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية طبعا هو مهم لأنه ترامب أصلا كان على أجندته منذ الدعاية الانتخابية ومنذ جاء للرئاسة فكرة الانسحاب من كل سحب الجنود الأمريكيين والعودة بيهم إلى داخل الوطن كل الموجودين في مناطق مختلفة من العالم أفغانستان طبعا من أهم هذه الأماكن لأن أمريكا ذهبت إلى أفغانستان في حرب هناك منذ 18 عاما فهي من أصعب هذه الحروب أو الصراعات مات كثير من الأمريكيين في هذه الحرب لم تحسم أيضا بالطريقة التي كانت تريدها أمريكا لكن هم يريدون نوع من أنواع الاتفاق مع بعض التنازلات من طالبان لكن هو يقال أيضا أنه هناك مخاوف من الحكومة في أفغانستان لأنها مرتبطة بشكل أو بآخر بالوجود الأمريكي فهي تخشى من هذا الانسحاب الأمريكي لذلك هو يتم وضع الترتيبات ليتم الانسحاب خطوة خطوة وتحقيق أحد وعود ترامب وفكرة أنه كبدت أمريكا كثير من الخسائر سواء المادية أو في الأرواح ولم تحسم كما كان مرجوعا نعم في افتتاحياتها تتحدث صحيفة فينانشل تايمز عن تطورات في السودان وحملت الافتتاحية عنوانة رحلة السودان المحفوفة بالمخاطر نحو دولة أفضل يعني تتحدث هذه الافتتاحية أنه بعد شهور من الصراع وإراقة الكثير من الدماء عن الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه لكن هي تتحدث كما رأينا حتى من صياغة العنوان يعني من الحذر يعني التفاؤل المشوب بالحذر لأنه لا توجد ثقة كبيرة في أنه سيتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لكن الاتفاق طبعا خطوة جيدة في أمل وقف إراقة الدماء بجانب أنه بتقول أنه هذا سيكون له انعكاسات على عدد من الدول الأخرى في أفريقيا سواء الجزائر سواء زنبابوي الدول التي أيضا هناك فيها نوع من أنواع الثورات وهي تأمل أنه يتم تنفيذ هذا الاتفاق لأنه كما قالت أنه هو محفوف بالمخاطر لأنه مش معروف هل فعلا سيطبق أم لا لأنه أول ثلاث سنوات سيكون تحت الحكم العسكري وفقا لهذا الاتفاق فهل سيتم تسليم السلطة بعد ذلك ماذا سيحدث في هذا التوقيت بجانب طبعا معاناة السودانيين معاناة الاقتصاد لأنه هذه الثورة بدأت بسبب مطالب اقتصادية في المقام الأول فالسودان يعاني والسودانيين يعانون وهناك كثير من الأمال أن تنجح تجربتهم رغم صعوبتها في ولا يقول مصرها مثل مصر وغيرها من الدول نعم ذات تحياتها تقول صحيفة لس انجلس تايمز منع إلهان عمر ورشيدة طليبة من دخول إسرائيل عار الديمقراطيات الحقة لا تخشى المنتقدين هذا الموضوع أثار كثير من الجدل وصلت الضوء على سواء سلوك ترامب سواء سلوك إسرائيل نتنياهو في الاستجابة لضغط ترامب بشكل سريع ومعلن يعني كمان هناك افتتاحية أخرى في الواشنطن بوس أيضا استخدمت كلمة عار فكرة أنه منع نائبتين منتخبتين مسلمتين من دخول إسرائيل هو عار وأيضا فيما يبدو أنه كما وصفته أنه خضوع ترامب لضغوط خضوع نتنياهو للضغوط ترامب هو أيضا عار لأنه حتى هذه الافتتاحية لوس أنجلس تايمز بتتحدث على أنه إحنا كنا ساخرين أنه إحنا كنا فكرين أنه أمريكا وإسرائيل هي دول ديمقراطية بالأساس لكن بعد ما حدث يوم الخميس اللي هو بيئة الأمس أنه بيقول أن هم يعني هتين الدولتين طبعا تحت حكم ترامب ونتنياهو تصرفوا مثل يعني كريزي أوتوكراتس مستبدين مجنين اللي هم وبيحاولوا يسكتوا معارضيهم وأنه هذه ليست من علامات الديمقراطيات بل من علامات الحكومات الضعيفة الهشة ولا يكون يجب أن يتم منعهم بهذه الطريقة طبعا في تطورات بعد ذلك كانت حلال إسرائيلي دائما ما تقدم صورة أنها الدولة المرحبة وأنها الدولة التي تحب أن يزورها الجميع وأنها الصديقة المقربة للولايات المتحدة الأمريكية حتى رئيس مزراء دولة الاحتلال عندما خرج في الفيديو قال أننا نحب الديمقراطية الأمريكية يعني هل كان ذلك سلوكا غبيا من نتنياهو إذا صحت استخدام الكلمة أو سلوكا غير منضبط أن يخرج ويرفض زيارة نائبتيني إلى بلدتي؟ أعتقد هو خرج بهذه التصريحات لأنه هو شعر بالإحراج مما فعله ومن ردود الأفعال حتى من منظمة حتى اللوب اليهودي في أمريكا منظمة الإيباك طرعت أنها ضد هذا القرار ولأنه فعلا شكله غير لائق لأنه يبدو أنه خضع يعني هو مفروض أنه هو رئيس حكومة الدولة أنه مهما تكون علاقته حليف أو ما إلى غير ذلك لكنه أنه يخضع بهذه الطريقة وبالتالي كل المقولات عن أنها دولة ديمقراطية ومرحبة وتعالوا زلونة ومجرد أنهم ينتقدوا سلوك الاحتلال فيتم منعهم بهذه الطريقة لذلك تم تغيير هذا القرار وتم السماح لرشيدة طلب النائبة أنها تحضر لكنها هي التي رفضت ذلك لأنه قالت أنها شعرت بأنها ستوافق أنها تذهب بشروط لأنها تريد أن تذهب بكامل حريتها وأن تكشف المعاناة التي يعني منها الفلسطينيين وكل التجاوزات ومما يعاني منه الشعب بسبب الاحتلال هي شعرت أنها إذا قبلت بهذه الطريقة وكأنها تقبل الفتاة وأن جزء منها يعني كأنه سيموت وهي ليست مرتاحة لذلك لأن الناس عندما انتخابتها انتخابتها بصورة معينة والواشنطن بوست كمان لها مقابلة اليوم مع جدتها اللي هي كانت رشيدة بتأمل أنها تراها لأنها لم تراها منذ عام 2007 لكن جدتها كمان متفهمة لأنه رفض رشيدة لمقابرتها وعندما سئلت عن ترامب قالت أنا لا أعرف من هو هذا الرجل ولا أهتم وهو يعني رشيدة احتفت بمثل هذه التصريحات وأنها فخورة جدا بحفيدتها ويظل على أمل اللقاء تستخدم في منادتها لفظة ستي وهي لفظة فلسطينية قحة كما يقولون نختتم جولتنا من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ومقال كاتب هندية تنتقد الإجراءات التي أقدمت عليها الحكومة الهندية تجاه قليم كشمير المقال حمل عنوان الصمت هو الأعلى صوتا ما الذي لدينا في هذا المقال؟ هي كاتبة هندية مشهورة بتتحدث على فكرة الإجراءات التي تمت مؤخرا من قبل تنتقد هذه الإجراءات بشدة من قبل الحكومة الهندية ضد الكشميريين هي بتقول أنه بسبب هذه الإجراءات حوالي سبع مليون كشميري كأنهم معتقلين رهن الاعتقال في منازلهم بجانب أنهم في عزلة تمة عن العالم بعدما تم قطع الاتصالات عنهم وكما تحدثنا عن الشيطانة في مصر التي لا يأتي من ورائها سوى مزيد من العنف وما إلى ذلك تتحدث أيضا عن الشيطانة الخطيرة التي تمت للكشميريين مما أيضا يعرضهم وصفت ذلك بالكارثة بأنه أكيد الأوضاع ستنفجر لأنه هناك كثير من قوات الأمن على الحدود مع كشمير أن هذا الوضع وهذه القيود لا يمكن إلا أن يتولد عنها عنف وهي تحذر منه وهي تقول أنه إذا كان ختمت مقالها الطويل بأن كشمير تعاني منذ 30 عاما من مثل هذه الإجراءات من قبل الحكومة الهندية وإذا كانت كشمير محتلة من قبل قوات الأمن فإنه وكأن الحكومة الهندية تحت رئيس وزراءها الحالي طبقا لوصفها وكأنها الهند تحكم من قبل غوغاء فهذا وضع لا ينبأ بسوى بمزيد من الصدمات الدموية إلى مزيد من خصوصا أيضا ليس فقط مع الكشميرين لكن مع باكستان وهي تحذر من عواقب كل ذلك نعم جدير بالذكر أنه كان هناك مقال في The Foreign Policy أو The Foreign Affairs الأسبوع الماضي يتحدث عن أن ترامب هو السبب في تفجر أزمة كشمير ما بين الهند وباكستان وأنه على الأغلب هكذا قال الكاتب في المقال على الأغلب ترامب لا يعلم ما هو الكشمير سوى أنه أو أين هي كشمير أو ماذا هي كشمير سوى أنها يتم ارتداء القمش الذي يحمل اسم الكشمير صحفة نادية أبو مجد شكرا جزيلا لك كانت هذه وجبة دسمة ومتنوعة من الصحافة العالمية شكرا جزيلا لك نهاية المسائية نشهدكم على طيب المتبعة وإن شاء الله نلقاكم غدا في مسائية جديدة السلام عليكم ورحمته وبركاته شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك